حشالي قصة أنا سامعها بس ما سامعها بتفاصيلها اللي هي قصة مظلومة فقال لي أكو واحدة مظلومة عدكم بالعشيرة اجدادي وخوالي من طاردوهم بالجندرمة ولجأوا لدليم لجأوا لهاي البيت يعني لجأوا لأول عشيرة قالوا لهم ترى الجندرمة يستخدمون القوة فحتى ما يبطشون بكم ادخلوا بعمق دليم فدخلوا وين وصلوا للعشيرة قبل ما كانت شوارع يسموها جادة فمنمشوا على الجادة لقوا بيت مال شعر ومسيج بسعف مالنخل جريد مالنخل فلجأوا على هالبيت احتموا البيجات نادوا على الدخلون الدخيل طلعوا ولدها يدعش واحد وزوجها متوفي هي مش هدانية بزوجها من العشيرة ومن خوالي والمرأة الزلامية سابقا كانت نساء عند العشائر زلاميات يقوم من مقام الرجل بالفروسية وباستقبال الضيف إذا ما كان الرجل موجود فهي من هذا النوع فقالوا لهم ما أنطوهم جواب شيخة أي شيخة ما أنطوهم جواب الشباب قلت لها فتة بعدهم فاتوا عليها دخلوا وارجعوا عليها وقالوا لها هم هذول دخلاء قالت لهم إيه وش قلتوا لهم ومطاردينهم الجندرما وش قلتوا لهم قالوا لهم شهور شهور قالت لهم أقصت داياي تدري قصة الثدي وقصة القصيبة علي يعني حروب الصير أقصت داياي إذا سلمتوا الدخيل فوتوهم وكل واحد يلزم بندقيته وطخوا ارموا فطلعوا عليهم قالوا للبيجات الدخلاء قالوا لهم شرناها وعية مظلومة وقام يهوسون وقامت هي ترمي وهم يرمون اللي رمي هنا للفزعة فزعة العشيرة فمن وصلوا الجندرما بهذه الأثناء انهزموا من شافوا العشيرة اللي تمت انهزموا فمسك ايدي الرئيس وكان ما اخذ شعور نشوة على ظروف الاعتقال مزيج يعني من الشعور مسك ايدي ووقف عن نص واني ايضا لازم أبادل يعني نفس الحركة فقام يهوس بعلو صوته يعني حالة لا ارادية وعيون الدم شرناها وعية مظلومة ظل تقريبا خمس دقائق لأمريكان بسيد الحقول هو عني رد سألك الأمريكان باقين صافنين بس يدعقون متعجبين على الموقف يهوس بس بصوت عالي وكان بينشوة يعني من الفرح والحزن والدمع والشرناها وعية مظلومة كانت الهوسة هاي مؤثرة جدا فقال لي واليدي انت جاني من النفس انت من من ضلوعي انت من نبيه انا من وقعت لك الوكالة من قرأة الدليمي انا ما عرفك ويعني ما عرف يعني ليش الاقدار ما خلتك فديوم تقابلني او اقابلك يعني تجي اكرمك بهاي الروح وبهاي الشجاعة وانت تعرف مصيرك يعني انت سمقدم على قضية قد يكون عمرك طويل قد يكون نهايتك وراها فبهيت شجاع قلت لا كل العراقيين سيادة الرئيس كل العراقيين شجعان واني يعني يجوز من يعني من عرضهم من 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 فكان متأثر وبعدين عاد بدأ يسألني على العراقيين يعني ذاكرة عنده قوية جدا سألني حتى على الشخصيات موجودين بالانبار وبعض الشخصيات المحافظات اخرى ذاكرة ما شاء الله قوية